خلنا سياحة نبتدي بالرأي المؤيد الأول لزواج الانتاج أستاذ دينة لو تشرح لنا إيه حكم زواج الانتاج؟ وجهة نظرك إيه من زواج الانتاج؟ أنا ممكن أتكلم عن وجهة نظري أقول لنا وجهة نظرك دينياً مش اختصاتي عشان أتقل فيه بس زواج الانتاج أظن إن هو حاجة مباحة أو نوع ماشي مستحدث أو يعني طرق لظروف معينة إن فيه ناس بسبب منظومة الجواز الخلافات والطلقات والمحاكم والحاجات دي بيوصلوا لسن كبير وبيعدي بيهم سن الجواز زي ما المجتمع حاطت لمت مثلاً وخلاص ما بيتجاوزوش بيكملوا حياتهم هما مرتاحين كده يعني زواج الانتاج ده محكوم بشرط الانتاج الانتاج آيوه هو عشان الأطفال فبيعدي وقت ما بيتجاوزوش فالستات أكتر بتبقى عندها عاطفة الأمور الزواج لا يجوز إذا ارتبط أو إذا كان قائم على شرط أو كان بوقت دينياً أهل مفروض إن هو بيتقال كده بس أيام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان في فترات الغزوات كان بيسمح بجواز المتعة مثلاً إن هي لفترة معينة عشان بعدهم عن الهي فمعنى كده إن الدين ببيراء بعيداً عن الدين في مداخلة معنا مع الشيخ من الأزهر هو اللي هيقول لنا هو هيحدد موقف الدين ولكن نعرف وجهة نظر حضرتك ليه زواج الإنتاج الستات اللي هي لما بيبقى الظروف كلها مش مناسبة لنهاية تتجاوز ما لقيتش حد مناسب ما لقيتش حد تقدر تكمل معاه حياتها معا استنى لما بيكبر بيقل الإنتاج البوي دوت الفرصة في الإنجاب يعني في الأخير هو هو زواج مرتبط بشارة زي ما وضحنا تمام دون حب دون ارتباط دون أي شيء لا يعني أظن إن هو بيبقى اتفاق أكتر طب ما فيه جوازات تانية عادية بتبقى اتفاق عقد من غير حض ومن غير كل حاجة اتفاقية الإنتاج تمام يعني الجواز السالونات زي ما بيتقال ما بيبقاش فيه حب بس بيبقى فيه جواز بيحصل بقى اختلافات أيا كان اللي بيحصل فده نوع من أنواع الجواز هي عايزة تبقى أم الطريقة الوحيدة في المجتمع إنها تبقى أم نهاية تتجاوز فيه طرق تانية نهاية تكفل طفل أو أو بس إحنا المجتمعنا لو هي كفل الطفل ده هيقدر يروح يتقدم لوحدة بعد كده مش هيتقال عليه طيب هرجع نحرك تاني خلول